مهلة جديدة قبل حسم المفاوضات الأوروبية البريطانية لترتيب العلاقات التجارية بين الطرفين بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد مع بداية العام بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعهد من منطلق المسئولية ببدل المزيد من الجهد في هذه المرحلة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق أعطينا تفويضا للمفاوضين مواصلة المحادثات للنظر في إمكانية عقد اتفاق في هذه المرحلة الأخيرة هنا في بروكسل استمرار التفاوض قد يعكس انفراجا محدودا لتضييق الخلافات المتبقية بين الجانبين لكن الحكومة البريطانية الساعية إلى الخروج باتفاق تستعد للانفصال بعد 31 ديسمبر الجاري من دون شراكة تجارية ما لا يمكننا فعله هو التنازل عن الجوهر الأساسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتمثل في استعادة قدرتنا على التحكم في قوانيننا والتحكم في مصائد الأسماك لدينا فالأمر بسيط للغاية 97% من هذه المفاوضات حسم أمرها خلال ما يقارب العام لكن مسألة الصيد البحري والتكافؤ في المنافسة وإدارة هذا الاتفاق مستقبلا لا تزال عقبة في إبرامي هذه الصفقة عدة مواعيد لم يتم الالتزام بها خلال هذه المفاوضات لكن يظل الموعد النهائي الوحيد لحسم هذه المحادثات وهو نهاية الشهر الحالي ولا يمكن تغييره من الجانب البريطاني إلا بقانون جديد إذا ما هناك رغبة لتفادي الخروج من دون اتفاق مصطفى زارو العربية لندن